السلام الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين سنبدأ في هذا النعمة البروشيكت الصغير حتى نطبق فيه لثريد طبعا سنستخدم فيه الاتاباس ونستخدم فيه الملفات سنبدأ في هذا الجزء في انتشاء التابلز في الاتاباس نسميه مثلا ثريد سيستم ثريد سيستم نحكي له create نأتي بنعمل عند الثريد سيستم نحكي له new table رح يجي نسميه users نحكي له go الآن رح ندخل اننا مثلا ال id اننا ال id نخليه مثلا index primary key نحكي له go خليه auto increment طبعا هذا ما بهمنا نحن بهمنا نهاية لثريد نطبق الثريد نحكي له مثلا user name varcar مثلا 80 نحكي لدينا خليه اذا نحكي له save ثريد سيستم نحكي له insert نحكي له مثلا الدخل الادية سيأتي increment admin admin اوك ندخل نقوم بعمل نقوم بعمل admin2 admin2 نفتح نقوم بعمل admin3 admin3 نعمل كمان انسارت ادمن فار ادمن فار نحكي له صار انه التابلز وفي الداتا